معي اليوم هاتف فلاكشيب يعني هاتف رائد لكنه سعره ليس فلاكشيب بس هو فلاكشيب وستستطيع تسميه فلاكشيب كيلر بالمواصفات اللي عنده الهاتف مجنون بدي احكيكم عن اشياء صادمة في هذا الهاتف الهاتف الريالمي اكس تو برو خليكم معي لا تروحوا بعيد السلام عليكم اصدقائي انا السيزار برحب فيكم في قناة السيزار ريفيوز اهلا وسهلا بالجميع صلق كم يوم باستخدم الهاتف الريالمي اكس تو برو هذا الجهاز صدمني بصراحة ببعض الشغلات بدي احكيكم عنها قبل فيديو المراجعة الكاملة اللي بدي اشهر شخ فيه الجهاز ولا احكي فيه بعض المواصفات سريعا 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 ما رح اطول عليكم ان شاء الله يعني مجنونة فيلم اول نقطة مش التصميم سيبنا من التصميم اول نقطة الشاشة هاي الشاشة سوبر امولد ست فاصل خمسة انش محميه بطبقة من كوننج جوريلا جلاس خمسة الالوان جميلة جدا جدا يعني سامسونج هي عبارة عن شاشة من سامسونج و اعطتها بس لا ريلمي فانت فعليا قاعد بتستخدم من اهم اعضاء سامسونج اللي هي الشاشة سوبر امولد على جهاز مش فلاكشيب يعتبر لا انه مش فلاكشيب بس هو فلاكشيب و قاتل للفلاكشيب لكن لا نتوقف عند الشاشة هون فقط وانما هاي الشاشة عندها سطوع بقدرة الف نتس دعونا اقارن انكم جهاز ثاني بتعرفوه الوان بلس اعتقد الوان بلس عنده خمس مئة نتس هذا الف نتس قدرة السطوع تبعته تعالي نجرب ومش بس هيك فيه كمان ميزة لهاي الشاشة المجنونة هاي الشاشة تدعم تسعين هيرتس معدل التحديث في الثانية مما يعني انك هتشوف اشي سلس يعني شوية شوية ممكن بتخسش فيه ولكن مع الوقت تتعود عليه او تقارنه باجهزة ثاني بصير تتعود عليه ولكن الميزة موجودة في هذا الجهاز وهي موجودة باجهزة اغلى تسعين هيرتس زي الوان بلس سيفن برو واخر ميزة فيها بالنسبة للشاشة انها بتدعم ال اتش دي ار عاشرة بلس هاي المواصفات يا اخوان اللي بحكي لكم عنها ككلام او كسبكس عن جد هاي موجودة بهواتف رائدة فقط هذا التليفون لما اعلنوا عنه في الصين اعتقد السعر كان اربعمائة دولار عارفين شو يعني اربعمائة دولار لا يقارن مع عاجزة ثمانمائة دولار تسعمائة دولار هذا اربعمائة دولار يعني الرقم صراحة مجنون اوكي خلصنا اول نقطة نحكي عن النقطة الثانية النقطة الثانية اكيد هيكون الاداء لما بتحكي هاتف اربعمائة دولار يعني تتوقع اوكي اداء جيد هذا الاداء من هنا ممتاز خرافي عندك سناب دراجون ثمانمائة وخمس وخمسين بولس 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 فيعني عندك افضل معالج موجود 2019 مبني بتقنية سبع نانو متر هاي يعني حالها رهيب بصراحة على جهاز اربعمائة دولار في الصين بصراحة انا عملت له تست يعني رحت جبت برنامج الانتوتو وعملت له تست عملت له رن فالرقم اللي طلع معاي اربعمائة الف اربعمائة واثنين وتسعين الف نقطة تقريبا وهذا رقم من اعلى الارقم يمكن هو المرتبة الاولى او بالثانية بدك تشوف الاسوس الاسوس الار او جي والبلاك شارك شاومي هذول الاجهزة الثلاث هم اللي بدنافسوا على افضل يعني اداء فالاداء اللي هون اخدناه بصراحة مجنون الاداء رهيب يدعم هذا الاداء مثلا الجهاز اللي عندي نوع عشر جيجا بايت رام ومتين وست وخمسين جيجا ساعة تخزينية على هذا الجهاز ومش بس هيك نوع الذاكرة يو اف اس ثري فاصل الصفر مش مخليين عن جد مواصفات الا حطوها بهذا الجهاز لا يعني حطو لك كمان الهيدفون جاك موجود عندك هون فيعني الاداء بصراحة ممتاز جدا اه اتعبت انا بس لانه يعني تستغرب انت بتستغرب هاتف رخيصة بتوقع تلك المواصفات طب بلاش اعطيكو كمان ميزة بعض الناس ستحبها البعض الاخر ممكن مش فارق معا ولكن هذا الجهاز عنده ستيريو سبيكر سماعة فوق سماعة فوق سماعة تحت فالصوت من فوق ومن تحت صراحة رهيب رهيب يعني ميزة غريبة بس انه رهيب انه بعطيك شيء زي هيك ومعطينا الهيدفون جاك كمان يعني سماعتين مع هيدفون جاك يعني بزيادة في بذخ هنا بالعطاء خلصناك مواصفات غريبة صادمة لا في كمان مواصفاية وحداية عن جد صادمة بدها تصدمك يمكن لما بتعرفها انت بس يريد بدك الجهاز البطاري هون 4000 ميلي امبر عادي ما في اشي اي اشي انه خراف كل الشركة تعطينا 4000 واكثر ولكن 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 الشاحن السريع سوبر فوك فلاش تشارجي خمسين واط نعيد خمسين واط قدرة الشاحن هون خمسين واط خلال خمس وثلاثين دقيقة سوف يشحن تليفونك من صفر لمية لما كنا في المؤتمر وبلشوا يشحنوا في ورجونا يعني لايف نشوفوا بعيننا بتحسوا زي كنه كذب الشاحن بمشيك بسرعة طريقة سريعة عن جد وهذا اشي غريب انا جربت اشحن يعني كان هو 60% وقلت بدأ اشحن ل100% بس عبين مع يعني عشان اجربه فالتهيت عنه شوية مش زمن طويل فل كان فل يعني هاي الميزة خرافية والجهاز لم يحمى لما شحننا يعني اتوقعت لما اشحنوا 100% على هذا الشاحن تحس بحرارة بصراحة ما حسيت حرارة وقاعد بجرب فيه بالالعاب انه يحمى محميش الاداء خرافي الشحن مش طبيعي بصراحة مش معقول يعني انا متفاجأ من الجهاز عن جد متفاجأ يعني البعض بسأني عن تصميم اه اوكي تصميم عادي مش انه والله افخم جهاز العالم ماشي بس شوفوا المواصفات شوفوا المواصفات اللي موجودة هون مش طبيعية طبعا انا حكيتش على الكاميرات صح؟ ما حكيت على الكاميرات وعنده كاميرا عنده يعني اشياء مميزة بالكاميرات يعني عنده كاميرا اساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة F1.80 ولكن انا بده اجربه اكثر الكاميرات واشوف اداء الفيديو وبعدين احكي علىها في المراجعة الكاملة بس الاشياء اللي صدمتني حكيتكيها مباشرة لانه في اشياء فعليا ما بتقدر تحكي انه عادية اما الكاميرات يعني ممكن يكونوا عاديات عادي طبعا احنا لما رحنا على الامارات وحضرنا عرض الاطلاق هذا الجهاز تم الاعلان عن السعر في الامارات وقريبا حيكون في السعودية متوفر وقريبا حيكون في العراق في الاردن ما اعطوني جواب بالمرة للأسف فالاسعار المتوفرة لديه حاليا السعر الرسمي في الامارات 2000 درهم لهذا الجهاز اعتقد النسخة 8 جيجا مع 128 جيجا لو بدي احاوله دينار اردن 400 دينار لو بدي احاوله دولار 600 دولار فالفرق كبير وشاسع ما بين السعر عندنا في بلاد العربية والصين ولكن لساتني بشوف انه حتى لو 600 دولار اعتقد انه السعر جدا جدا قوي جهاز اللي بيقدمه مش طبيعي هل هو كامل اكيد مش كامل في عندي مشاكل يعني هحكيكو عن مشاكل في المراجعة بإذنه بس مش ماقول انا كثير سعيد انه بصارة الشركات تتقدم اشياء منافسة جدا جدا باسعار زي هيك ويريت نشوف لسه اسعار منافسة اكثر وفي عندي جهاز قادم ان شاء الله رح حكلكو عنه خليكم تابعيني لا تنسوا تابعوني على انستجرام وانتظروا ان شاء الله خلال فترة اسبوع عشر ايام المراجعة الكاملة ورح احاول اعمل حركة في هاي المراجعة اذا زبط ان شاء الله فانتظروني وتابعوني على انستجرام بشوفكم بالفيديو القادم الى اللقاء